بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد مرسينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين وبعد مرحبا بحضراتكم أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذه حلقة جديدة من حلقة برنامجكم لتسكنوا إليها على شاشتكم شاشة قناة الرحمة أهلا بكم والحلقة الثلاثون بعد المئة بفضل الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل نجعل في موازين حسناتنا أجمعين أولو أمين اللهم أمين بنحاول نشوأ كل الجنة وبنتكلم عن طبيعة زي ما تكلمنا بلكده عن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في الجنة وهل يبقى فيه زواج؟ هل يبقى فيه علاقة؟ هل يبقى فيه؟ يعني كما يحدث في الدنيا هل يبقى فيه زيه في الجنة ولا لا؟ وبعد ذلك برضو نتكلم عن المرأة في الأخرة عندما تدخل الجنة وتحدثنا في الحلقة الماضية عن إذا كانت لم تتزوج في الدنيا بمن تتزوج في الجنة تتزوج أم لا؟ وهل تتزوج أكثر من رجل؟ وإذا تزوجت أكثر من رجل في الدنيا ما حكمها في الجنة؟ صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قبل ذلك أن المرأة إذا لم تتزوج في الدنيا يزوجها الله عز وجل بمن يشاء المرأة إذا لم تتزوج في الدنيا يزوجها الله عز وجل بمن يشاء لأن الجنة ليس فيها عزب أحدش في الجنة يقعد من غير زواج لا رجل ولا امرأة طيب إتين قلنا إذا تزوجت المرأة رجلا في الدنيا ولم تتزوج غيرها وإذا دخل الجنة دخل الجنة ما الموقف؟ هو زوجها في الجنة هو زوجها في الجنة اللي إحنا عايزين نتكلم عنه النهاردة إنه إذا تزوجت المرأة في الدنيا أكثر من رجل من سيكون زوجها؟ جوزت واحد وكان حلو زي الفل حبته تعليت به ولما مات حزنت عليه واضطر بعد موته بسنة باثنين بثلاث بخمس إذا كترفض الجواز أقول لها لا أنت لسه منت لسه صغيرة لسه شباب أنت من حقك أنت كذا حد يعينك حد يونسي حد يعيش معاك يا ظل رجل يا الله ظل حيط فخلاص استسلمت واتجوزت زوجها التاني ده كان عارف إن هي بتحب زوجها الأولاني فكان وض محترم وابن ناس وابن أصول وكريم ومهزب فقال لها عوضي فكان بيتعامل معاها أحسن من الأولاني ونساها الأولاني من تتزوج بمن تتزوج تتزوج الأول أم تتزوج الثاني في الجنة الموضوع برضو يعني محتاج إيه محتاج هما الاتنين كانوا حلوين والاتنين هي حبتهم والاتنين يعني متعلقة بهم في الجنة هي لها زوج واحد تتزوج الأول أم تتزوج الثاني صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا تزوجت المرأة في الدنيا أكثر من رجل فإنها في الجنة قيل تتزوج الآخر منهما في الجنة أو تتزوج أحسنهما خلقا أو تخير وده الأقرب خلاص كده إبه إحنا قلنا قبل كده إن البنت أو المرأة أو الفتاة إذا لم تتزوج في الدنيا ما تعمل إيه في الجنة؟ يزوجها الله بمن يشاء طيب اتجوزت واحد بس الاتنين دخلوا الجنة الله عز وجل يصلع هذا ويصلح هذه ويبقوا يتزوجوا في الجنة خلاص حتى ولو كان في منهم في الدنيا بعض المنغصات الحياة لا تسلم البيوت لا تخلو خلاص كده طيب تزوجت أكثر من واحد عندنا ثلاث اختيارات والثالث هو الأقرب إلى الصواب قال إن هي تتزوج في الجنة الآخرة منهما أو أحسنهما خلقا أو تخير قالوا هذا الأقرب للصواب عملا بهذا الحديث قالت أم حبيبة لا اسمع بقى يا رسول الله المرأة منا يكون لها زوجان ثم تموت فتدخل الجنة ده معقب للطبران فتدخل الجنة هي وزوجاها خلي بالك نحن كل الكلام ده لو هي دخلت الجنة والزوجين اللي تزوجتهما في الدنيا دخل الجنة ستتجوز من وهي لا واحد بس فتدخل الجنة هي وزوجاها لأيهما تكون للأول أو للآخر أو للآخر قال تخيروا أحسن هما خلقا يبقى يخيروها كان معها في الدنيا يكون زوجها في الجنة يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخر الله الله يبقى في الجنة يخيروها انت عايز الأولاني ولا عايز التاني والله والله اللي اتنين حلوين اللي اتنين زي الفل اللي اتنين كانوا بيحترمون بس الأولاني دهو كان بيطبطب علي أكتر الأولاني دهو عمره ما زعلني الأولاني دهو ما كانش بخيل معاي وخلاص لأنا عايز الأولان يبقى تخير بين ايه أحسن هما خلقا وكما جاء أيضا في شرح مشكل الأثار للطحاوي عن صلة ابن زفر قال قال حذيفة لمرأته إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها حذيفة أبن الميموت خد عهد على زوجته أنت عزة تبقى زوجتي في الجنة قالت له آه قال لها ما تتزوجيش بعد ونفس الكلام حصل ما بين أبي الدرداء وأم الدرداء ولذلك حرم الله تعالى على أزواج رسول الله أن يتزوجن بعده ده هي لو ما تزوجتش خلاص هيبقى زوجها تب تزوجت زي ما قلنا في حديث الطوران في المعجم الكبير تخير بينهما مسألة كثر الكلام فيها وطال كثر الكلام فيها وطال وتنوعت الآراء واختلف المقال هل النساء في الجنة أكثر أم الرجال هل النساء في النار أكثر أم الرجال كلنا أنا جاتني كلنا هنقول أو معظم الناس يعني بيبقى عنده أو الناس يقول لك فإني رأيت كنا أكثر أهل النار ده أنتو هتخش النار حات ده أنتو أكثر أهل النار هو مش عارف ويععد تعرف أنه أنا كنت مرة إمام لأحد المساجد في القاهرة الجديدة وجدتني مشكلة مشكلة يعني صاحبة أن الزوجة جاءت ومعها ابنتها الثانوية تانية أو تلتة ثانوية البنت حصل عندها عقدة البنت متعقدة من البيت وبالذات أبوها في مشاكل ما بين الزوج وما بين الزوجة آه الراجل بقى اللي هو الزوج ده كل حاجة أنتو أكثر أهل النار أنتو كده كده داخلين النار أنت هتعملي خليك داخل النار ويقول للبنت كده البنت أصبح عندها عقدة لدرجة تانية جاية تقول للبنت مع ممتها طبعا الزوجة بتستفهم وتستفسر عنه هو ده فعلا صح ولا لا هو إحنا فعلا أكثر أهل النار ولا لا يا مولانا طبعا الرجال عايزين يعرفوا الإجابة دلوقت وهفجئهم زي ما هم متعودين ويقولك أنت بتنصف النساء لا أنا أنصف من نصفهن رسول الله ومن نصفها الإسلام لأنك أنت فهم غالط هو أنت ليه بتنظر دائما نظرة عداء للزوج نظرة عداء للمرأة أنت عندك مشكلة منك ومن زوجتك حلها أنت ما علاقة ذلك بظلمك لزوجتك ما علاقة ذلك بالتعدي على حقوق زوجتك هو الأعب هو عاوز 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 أقول أن المرأة وأن النساء أكثر أهل النار المهم الزوجة جاية تستفهم زي ما أكتب منكم دلوقتي بيستفهم وعاوز يعرف الإجابة خلاص كده وبعدين المشكلة الأكبر أن البنت صار عندها عقدة من كلام أبوها أنك دخل النار دخل النار دخل النار قالت خلاص هتحجب ليه هبقى كويسة ليه شفتوا فهم المغلوط زي ما هو عاوز زوجته في وقت معين على الفراش أو في الفراش أو في علاقة ولو لم تستجب له يقولها الملايكة هتلعنك احنا تكلمنا عن ده قبل كده ليس كل امرأة امتنعت عن العلاقة مع زوجها تلعنها الملايكة وبعدين تعالى 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 هو أنت لابتخد اللي على مزاجك وتترك الذي ليس على مزاجك ازاي يا مولان اقولك ازاي يا سيد الناس لو سيد الناس مش هتقول كده أصلا مش هتقول له زوجتك الملايكة تلعن كلمة صعبة يعني انت تقبل ان الملايكة تلعن زوجتك تدعي على زوجتك باللعب تقبل دي ده لو حد غريب قالها تبقى فوت تمسك في اخناء لا زوجت أوعى تقربش انت كزوجها اللي المفروض تشعر بالحنان وبالأمان معك تقوم تقول له ملايكة العنق يا راكل يا راكل يا راكل فين الرجولة فين الرحمة ضربك سبحانه وتعالى لما جعل الزواج رحمة قال ايه لتسكنوا إليها يبقى السكن مش يبقى عند أمك عند والدتك يعني السكن مش عند أمك ولا عند والدتك ولا عند أختك لا السكن عند زوجتك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها القرآن نتكلمش عن السكن غير عن الزواج والزوجة وقال لك ان سكنك انت كزوج عند زوجتك وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات شوفي يا أخي وبعدين تعال أنا قلت لك من شوية مش كل امرأة انت نقعت عن العلاقة الملايكة العنى وارجعوا قبل كده الحلقات اكتبوا كده على اليوتيوب حلقة احنا عملناها هنا في قناة الرحمة في برنامج بالتسكن حالات من حق الزوجات ان تمتنع عن العلاقة وهذه امرأة لا تلعنها الملايكة اكتبوا الحاجات دي وسرشوا عليها كده حتلاقوها على جوجل او الفيس او اليوتيوب حتلاقوا الحاجات دي واسمع الحلقة كده ومخمخ ولكس فيها حتى لا تفتأت على شرع الله حتى لا تضع النصوص في غير موضعها حتى لا تفهم النصوص على هواك فرأيت من اتخذ إلهك هواء واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله الملايكة هتلعانك لا هو انت لو كنت مسممها بالكلام بتهنها بتجرحها وقلت لها انا عاوزك وقالت لك لا من حقها وانا اللي بقولها لك ابو فلم المليان من حقها ده ربك بيقول وقدمه لأنفسكم انت بقدمت شيخ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يتعجب من رجل يعامل زوجته بالنهار كمعاملة العبد ثم ياتي اخر النهار يطلبها قال لك ما تبقىش كده يا اخي عيب عيب لازم بفيه استعداد واعداد وتهيئة وحاجات نفسية خلاص جاية عاوز تجامعها من الدبر وامتنعك حقها ده من حقها تطلب الطلاق لو أنك أصريت على أنك تجامعها من الخلف من حقها تمتنع طبعا لازم تمتنع ولا تمتنع هو فيه آه فيه حد كده خلاص هي تعبانة هي مش بتدلع هي مش بتدلل عليك هي مش عاوزة تحرمك حقك مش كل ده مش في دماجها اللي في دماجها أنا مش قادرة أنا طول النهار منهكة متعبة مجهدة ما بين أولادك اللي اتنين التلاتة ولا الاربعة ما بين الأطفال ما بين البيت ما بين الصالة ما بين قط النوم ما بين المطبخ ما بين الترويب ما بين أكل ما بين مواعي ما بين أصلا أنا ممكن أكون تعبانة صحيا ونفسيا وجسديا وإنت عاوز اللي أنت عاوزه خلاص رأي وقدر عشان هي أطرعيك وتقدرك فيلي وامتنعت عن العلاقة هي تعبانة من حقها وأنا تلعنها الملائكة أنا مش بقاول ستة على الراجل بس أنا بقوله الراجل إفهم أنا آسف إفهم دينك إفهم الحياة الزوجية وكتير بقول لو أننا فهمنا حياة زوجية والله لتنحلت معظم المشكلات تعرف كمان وده شيء خطير قوي قوي وده ممكن نعمله حلقة عقوبة الرجل الذي يمتنع عن العلاقة الله في كده أيها بيعلمها الأدب أو أنه لا يشبعه هذا راجل شاد فيعمل إيه؟ هو بيتفرج على الأفلام فاللي بيحصل عنده بيعمله اكتفاء الأفلام الإباحية ومعندهش سكة للحلال والشرعي أو موضوع دام يعني كده أو إن هي مثلا في حاجة ما بينهم يعني تنشنة ولا حاجة فيعاقب زوجته بالامتناع يقول لك ما بيدينيش حقي أو عنده ضعف أو ما عندهش القدرة أو أخر مرة في الشهر وهي عاوزة كل أسبوع مرة واثنين وتروح تقول لي اكشف لأن أنا كويس أم أكشفش أنا لا أحدش يقول لي أنا تعبان ما هو أنت إذا لم تكن رجلا طبيعيا يعني أنت تعبان مش طبيعي المطلوب روح اكشف يا مولانا مش حرام ولا عيب على فكرة لا حرام ولا عيب زي أي كشف وزي أي دكتور مليع عمله جلدية وتناسلية يعني ما خلاص لو إحنا الناس ما بتتعبش في حاجة زي كده ما كانش عمله علم ولا عمله طب ولا تعلمه ولا درس ولا فتحه عيادات ما هو ده ما جاء خلاص لكل دائن دواء إيه المشكلة خلاص كده ولذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر المرأة التي تمتنع عن العلاقة بلا سبب أن الملائكة تلعنها فالرجل الذي يمتنع عن العلاقة عقوبته أخطر من اللعب وإن كان لم يأتي فيها عقوبة لأنه هو الرجل من حق زوجته أن يشبعها أن دي غريزة وفطرة ويجي بعد كده تحصل المشكلات ويحصل الخيانات ويحصل 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 المهم تعالوا نتكلم عن أيهما أكثر في الجنة الرجل أم المرأة أم الرجال أو النساء طبعا كلنا حافظون حديث النبي عليه الصلاة وصلنا مكارك في عيد الأطحى أو عيد الفطر فمر على النساء وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار أو قريتكن أكثر أهل النار كله مسك بالحديث ده متشبس به متشعلق فيه متشعبط فيه يقولك أنتوا أكثر أهل النار وينسي أن فيه رواية تانية بتقول أن كنا أكثر أهل الجنة شفت بقى بتاخد اللي على مزاجك وتسيب اللي مش على مزاجك قاله قال له بما يا رسول الله قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير تسيبك من دين يبدأ سبب يدخل المرأة ليه؟ النار سبب تاني عن أبي أذينة الصدفي حديث دا عند البياق في السنة الكبرى أن رسول الله قال خيروا نسائكم الودود حبوبة كده الولود بتجيب أولاد المواتية اللي بتطع زوجها وبتوفقه بتريحه المواسية المعونة بتعين زوجها يعني تفكر معاه إذا اتقين الله وشروا نسائكم المتبرجات المتخيلات المتبرجات معروفة تظهر عورتها أو لا تخرج بحجابها الشرعي من البيت المتخيلات المتكبرات أو المتبخترات المختالات وهن المنافقات وهن المنافقات اللي هي المتبرجة المختالة المنافقات لا يدخل الجنة منهن خلي بالك بقى إلا مثل الغراب الأعصم الغراب الأعصم اللي هو الجناحات بتعطو بيضة تماما كده أو الرجل بتعطو بيضة ده اسم الغراب الغراب الأعصم عاوز يقولك إنك لما تعد الغراب اللي بالمواصفات دي هتلاقيها أليلة فاللي هو برضو هيدخل الجنة من النساء عدد إيه أليلة يبقى عددهم في الجنة في النار هيدبقى إيه أكثر وفي الجنة إيه أقل قال لك تعالى بحديث مسلم الصحابة قالوا إما تفخروا وإما تذكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساء قعد يتكلموا الصحابة قال أبو هريرة أولم يقل أبو القاسم اسمع بابو ركس أولم يقل أبو القاسم إن أولى زمرت تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماء لكل امرئ لكل امرئ منهم زوجتان ثنتان لكل امرئ كل رجل في الجنة سيبقى له زوجتان ثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللح وما في الجنة أعزف الله هو لما يبقى لكل رجل له زكتين بالعقل والمنطق والبده كده من الأكثر ها قل لي كده من الأكثر ما ترد علي لما يبقى كل رجل في الجنة له زوجتان اثنتان له زوجتان اثنتان يبقى من الأكثر الرجل ولا كل واحد له زكتين يبقى النساء أكثر النساء يبقى ضعف الرجال ناهيك بقى عن الحور العين ده عندك الشهيد يزود بثنتين وسبعين من الحور العين يبقى العدد مش هيبقى ضعف ده أضعاف مضاعفة بالعاء لو ده حديث مسلم هو خلاص كده خلي ملك والمعنى هنا حتى لو قلنا فإني أريتكن أكثر أهل النار العلماء بيفصروا زي مثلا القرطب بيقولي يحتمل أن يكون هذا في وقت كون النساء في النار وأما بعد خروجهن بالشفاع وبرحمة الله حتى لا يبقى فيه أحد من قال لا إله إلا الله فالنساء في الجنة أكثر ده كلام القرطبي خلاص كده وحينئذ يكون لكل واحد منهم زوجتان من نساء الدنيا وأما الحور العين فقد يكون لكل واحد منهم الكثير من هن الكلام الكلام ده لأولته من شوية هيتزوج اتنين من نساء الدنيا ده غير الحور العين يعني ممكن الواحد يبقى معاه خمسين ستين في الايه في الجنة يبقى النساء أكثر من الرجال في الجنة خمسين ستين مرة يبقى من الأكثر في الجنة؟ النساء في كلام حلو تاني قد يكون أكثر في النار وقد يكون أكثر في الجنة أو أكثر في الجنة وفي النار لمدة معينة حتى خروجهن من النار هيكثرن في الجنة ولذلك قلو ابن حجر واستدل أبو غيرا بهذا حيث على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال كما أخرج المسلم لكن يعرض قوله رأيتكن أكثر أهل النار ويجاب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في الجنة بش معنى أن هم أكثر في النار أن هم مش أكثر في الجنة لا ده ما ينفيش ده لكن يشكلوا على ذلك قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اطلعت في الجنة فرأيت أقل ساكنها النساء ويحتمل أن يكون الراوي رواه بالمعنى الذي فهمه من أن كونهن أكثر ساكني النار يلزم منه أن يكون أقل ساكني الجنة وليس ذلك بلازم لما قدمت ويحتمل أن يكون ذلك في أول الأمر زي ما قلنا في الأول أو للسعيل في حساب في ناس دخلت النار فالنساء حتبها أكثر لكن بعد خروجهن من النار سيكون النساء في الجنة أضعاف أعداد الرجال يصل إلى ستين سبعين تمنين مرة من الرجال في الجنة على كل حال هذا لا يجعل المرأة تقنط ولا يجعل المرأة ولا يجعل المرأة تضل ولا يجعل المرأة تيأس من رحمة الله كلا كلا الله سبحانه وتعالى وعد النساء بما وعد به الرجال والجنة ليس فيها تمييز الجنة للرجل كما هي للمرأة وهي لها مكان كما أن له مكان والله كما كرمها في الدنيا سيكرمها في الآخرة والله أو النبي عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن نساء الجنة ونساء الدنيا وعن أفضل النساء قال مريم وخديجة وآسية وفاطمة نساء وأهلي وأفضل نساء أهل الجنة ولذلك هذا دليل على النساء في الجنة موجودات وعندهم قاصرات الطرف زي ما قلنا في الحلقة الماضية في سورة الصافات وعندهم قاصرات الطرفعين وفي سورة صاف وعندهم قاصرات الطرف أطراب وفي سورة الرحمن فيهن قاصرات الطرف هذا يعلم شأن المرأة ويميزها ويرفع شأنها شفق على خير